انتقال السلطة كان بشكل سلس لرئيس البرلمان تولى السلطة المؤقتة ولم يتدخل الجيش وهذه معادلة أهم البعض تساءل هل كان لرشيد عمار قائد الجيش وقت الثورة واللي رفض تسلم السلطة من بن علي وقدم استقالته في 2013 هل كان ليه دور في تحييد الجيش عن المشهد السياسي في تونس هو تحييد الجيش عن المشهد السياسي كان في مسار تاريخي متواصل صحيح قائد الجيش السابق لعب دور في هذا المجال بس المسار كان مسار تاريخي الجيش لم يكن لديه دور في السياسة كبير منذ بورقيبة وبرقيبة أضعف الجيش لأنه كان خايف بالانقلابات العسكرية التي كانت موجودة في الشرق ثم إثر ذلك بن علي الذي جاء من الجيش ضعف الجيش كثيرا وقوى الفرق الأمنية مختلف الفرق الأمنية وظل الجيش بعيد عن المعادلة السياسية والمعادلة الاقتصادية أيضا حتى الجيش بعيد عن المعادلة الاقتصادية ليس مثل جيوش المنطقة وبالتالي ظل الجيش التونسي بعيد على المشاركة في الشأن السياسي صحيح أن بعد الثورة صار تعزيز لهذا الحياة وصار تعزيز لمبادئ الجيش الجمهوري وابتعد الجيش أكثر وأكثر وأكثر عن المشهد السياسي وجيش التونسي اليوم يمكن أن وهذا يشترك فيه كل التونسيين يمكن أن نقول أنه جيش جمهوري بعيد كل البعد عن المعارك السياسية بعيد كل البعد عن المصالح الاقتصادية المباشرة جيش لا يتدخل في الشأن العام وبالتالي ما حصل ليس غريبا على الجيش التونسي لم يكن أحد من التونسيين ينتظر مثلا أن الجيش يتدخل في لحظة تسليم السلطة مطلقا ما كان حتى واحد ينتظر هذا الموضوع وبالتالي نعتبره مسألة عادية صحيح هي رسالة مهمة لجيوش المنطقة إذا أردتم أن تحترموا من قبل شعوبكم شوفوا هذا النموذج ابتعدوا عن السياسة وسيضاعكم الشعوب على رأسها ابتعدوا من السياسة وسيقدسكم الشعب كجيوش المنطقة كلها من الجيش المصري إلى الجيش الجزائري وغيرها من الجيوش وجيوش تحتوي على رجال شرفاء بالتأكيد ولكن تحتوي أيضا على ناس عندها مصالح مصالح سياسية ومصالح اقتصادية فهذا مطلوب منهم أن يراجعوا أنفسهم لديكم الآن نموذج محترم جدا في جيش في منطقة عربية في دولة عربية نفس الجينات موجودة مش مختلفة على جينات الجيش المصري نفس الأشخاص ونفس الجينات ونفس المجتمع نعيش فيه بس حصلت عوامل تاريخية عديدة صاحبتها وعي حالة وعي كبيرة داخل الجيش كلما ابتعدنا على السياسة كلما صرنا مؤسسة محترمة من الجميع تعرف في تونس في كل استطلاعات الرأي الأكثر جهة تثق فيها كل التونسيين هي الجيش بنسبة 90% تقريبا 87% من كل التونسيين يعتبرون الجيش هي المؤسسة الأكثر ثقة لدى التونسيين لأنها ابتعدت عن السياسة والآن الجيش ساهم بدور ممتاز في إدارة هذه في تنظيم الجنازة مع قوات الحرس الرئاسي وبقية التشكيلات الأمنية نظموا جنازة محترمة جدا على الشيء على الطريقة العالمية نظموا ساهموا في الحفظ الأمن وفي نفس الوقت تم حالة وعي ونضج في الشارع التونسي خلت أن الدولة لم تكن محتاجة إلى أي إجراءات استثنائية تعرف لما يموت رئيس الجمهورية في دول أوروبية أحيانا تعلن حالة الطوارئ أحيانا في بعض البلدان أحنا لم تعلن حالة الطوارئ ولم تحصل أي إجراءات استثنائية وتواصلت الحياة بشكل عادي التونسيون في المقاهي على الشطوط في الحفلات والعراس وغيرها تواصلت الحياة بشكل عادي وطبيعي جدا لأن هناك إرادة حياة تغلبت على الموت الذي حصل في هرم السلطة وبالتالي كانت لحظة مهمة وفارقة بالنسبة لناك التونسيين ترجمة نانسي قنقر